السلام عليكم أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد وصحة رمضانكم وبتمام الأجر صيامكم إن شاء الله وموضوعنا اليوم يقدم مجموعة من الوثائق والحقيقة النادرة اللي لازم كامل نعرفوها وهو استكمالا لسلسلة حرب الرمال اللي وقعت بين الجزائر والمروك في 1963 لأنه سؤال لماذا أهم من سؤال ماذا حدث في مثل هذه الحالات أما الأسباب الزوز لأدوا لحرب الرمال نقر وتلخيصهم هنا بعبارة جوهر الصراع هو الخريطة اللي رسامها على الفاسي يعني في 56 كي سقلت المروك والسبب الثاني هو التعارض أو التصادم الأيديولوجي ما بين الأنظمة الحاكمة في البلدين أما بالنسبة للسبب الأول يعني العقلية التوسعية اللي أطلقها على الفاسي في 56 ففي 59 رد الفقه البصري على على الفاسي في خطاب القهر بأنه المغرب ما عنده حتى أطماع توسعية يعني هذاك مناظل سياسي وهذاك مناظل سياسي على الفاسي دعا للتوسع بينما الفقه البصري قال لا ما عندنا حتى أطماع توسعية وأيضا مهدي بن باركا قال في بيروت في مؤتمر التضام الأفريقي الآسوي قال بأن الأطماع في الصحراء هي عمليات تمويه إذن نخبة سياسية في المروق على الفاسي من جهة يطالب بالتوسع والفقيه البصري وبن باركا في هذا الوقت يقولوا لا هذا الأطماع التوسعية إنما هي تمويه داخل أما الجزائريين فقد عارفوا مبكرا حتى قبل الاستقلال بهذا النواية على المروق بتبني أفكار على الفاسي التوسعية لهذا ولما التقى فرحة عباس كممثل للجزائر مع الحسن الثاني كممثل للمروق وداروا معاهدة الحدود اللي قرناها حرفيا في الحلقة السابقة نلقو الحكم المواقبة الجزائرية أمرت بنشر هذا المقالة على الجريدة الناطقة بلسانها اللي هي المجاهد في 19 جوليا 61 نشرت المجاهد مقالا بعنوان صحراء أنا واللي قالت فيه المناورة النموذجية للاستعمار الفرنسوي الجديد هي ما تقوم به في موضوع الصحراء بعدما فشلت في شعار الجزائر الفرنسية هذه العبارة اللي ما عادش الحكام الفرنسي سيقدر يقولوها في الواحدة الستين ونقللنا في المقال عبارة جديدة ترحى الفرنسيين على طاولة إيفيان كما عبارة الصحراء الفرنسية ولقضية الصحراء وهذه سياسة تهدف لفصل الشعب الجزائري عن صحرائه كما من شأنه أنه يوحي للجيران بأن الصحراء ما يشتعى تزاير وهذا يثير رغباتهم التوسعية في حين وحسب هذا المقال تع المجاهد هذه الصحراء ليست قضية هامشية بالنسبة للجزائريين كما تروج له فرنسا ولا يمكن للجيران الأفارق أن يفكروا بهذا الطريقة والصحراء ليست أرضا مهجورة وليست دون هوية وليست مجرد فكرة بل هي أرض شكلتها الشخصية الجزائرية وتميزت ببصمة ثورة الشعب الجزائري التي لتمح وهذا كان لسان حال الحكومة الموقت في الواحدة والستين وهذا نشر في نفس الأسبوع اللي وقع فيه الحسن الثاني معاهدة حسن الجوار لترسم الحدود مع فرحة عباس وما إن جاء الاستقلال وفي نفس أسبوع الاستقلال يعني جويليا 62 وللأسف احتلت السلطات المغربية موقع زيكدو ما بين بشار و تندوف وأعلنت تبعية بعض القبائل اللي في تندوف لملك المغرب وهذا ممنعش الجزائرين أنهم يرسلوا الجيش لتندوف لطرد ممثلي الحكومة المغربية بالقوة مما تسبب في سقوط قتل وجرح هذه أغلب الجزائرين ما يعرفوهاش أنه في أسبوع الاستقلال جويليا 62 دخلوا المغربة على زيكدو و تندوف وهكذا يكون السبب الأول يعني العقلية توسعية على المروق مثبت وواضح كسبب مباشر لحرب الرمال بدورك نسمحولي نرجع بكم للسبب الأول اللي هو العقلية توسعية لأنه عندي واثقة مهمة وهي واثقة رسمية ولا ظهير شريف كما يقولوا خاوتنا في المروق روحوا المملكة المغربية الأمانة العامة للحكومة حوسوا على الظاهير رقم 827 ها هو أنت اللي شرجوه ونقروا مع بعض هنا يقول ابن يونيف وبشار الكائنين بالتراب الجزائر ولكن اللي هي من أكثر هو هذا لحد المصطلح عليه يعني لحد ما بين الجزائر والمروق يعينوا كما يأتي فيه جيج وجبل ملياس وجبل قروز وقمته حتى الملتقاوت زلمه بوادي غير هذا مخاوتنا في المروق نشره في ظهير شريف وصفهم للحدة أبلادهم محلو الخريطة هذه في جيج معروفة هذا جبل ملياس وهذا جبل قروز هذا جبل زلمه وهذا ملتقى الأودية يعني التقاء ود زلمه بواد غير ما كيشوفوا المرار كهذا الوثيقة يعرفوا باللي الإهانة اللي اتلقاها جيشهم في حرب الرمال رهي إهانة منطقية وعادلة مدام هم طمعوا في أرض هما في وثائقهم يعترفوا أنها خطيتهم فما بالو كاب ردة فعل الجزائريين اللي شفناها مهومة تحت الاستعمار قالوا بصريح العبارة هذه الصحراء ليست قضية هامشية بالنسبة للجزائريين ولا يمكن للجيران لا فارق أنهم يفكروا بهذه الطريقة والصحراء ليست أرضا مهجورة وليست دون هوية وليست مجرد فكرة بل هي أرض شكلتها الشخصية الجزائرية وتميزت ببصمة ثورة الشعب الجزائري التي لاتمها يعني كخلاصة لحلقة اليوم حرب الرمال تاعة 63 إنما كانت نتيجة للأطماع التوسعية تاعة الحسن الثاني وهذا الشيء خلق تصادم مبكر بين الدولتين الجزائرية والمغربية وما زال خوتنا المراركة اليوم إن هذا يدفع ضاربتها عكس بقية جيران نحن كجزائريين سواء في ليبيا ولا في تونس ولا مالي ولا النيجر ولا موريطانيا ولا الصحراء الغربية لرى نعيشين معهم شعبيين ورسميا وديبلوماسيا بأتم معاني الأخوة والجيرة وعلى أحسن ما يكون وإن شاء الله يكون في هذه الحلقة إضافة لمعلوماتكم التاريخية